بسم الله الرحمن الرحيم يا سيدي والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباءه فهم غافلون لقد حق القوم على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقال فهم مقمحون وجعلنا من ليم أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يرسلون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنظرهم لا يؤمنون إنما تنظر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر من كنك إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثاره وكل شيء أحصيناه في الإمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المفسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذفنهما فعززنا فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء شئ أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلمنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لإن لم تنتموا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائرون معكم أين ذكرتم بل أنتم قوم المصرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعقد الذين فطرا وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إذا يردني الرحمن لذكر لا تغنعني شفاعة شيئا ولا يمترضون إني إذا لفي الظلال المبين إني آمن أنت بربكم فاسمعون قيل دخل الجنة قال يا ليت قوم يعلمون لما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنسنا على قرمهم بعده من جرد من السماء وما كنا منسنين إن كانت إلا صيحة واحدة فيذاهم خامدون يا حصرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا لهم يستغفئون ألم يروا كما هلكنا قبلهم من القرون يلونهم إليهم لا يرجعون وإن كن لما جميع الذين محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكل يكون وجعلنا فيها جنهات من نقيل وأعناب وفجرنا فيها من العنون ليأكلوا من ثمره وما عملته ويده أفلا يشكون سبحان الذي خلق الأصواج كلها مما تنبت الأرض ومن آفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلق منهم مهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقبل لها ذلك تقدير عزيز العلم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرق القمر ولل ينسابق النهار وكل في فلك يصبحون وآية لهم أننا حملنا ذريتهم في الفلك المشهون وخلقنا لهنا من مذنه ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل له اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم تنحمون فما تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا من ما رذقهم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنتعموا لو يشاء الله أتعمه إن أنتم إلا في ظلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينهرون إلا صيحة واحدة لتأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفق في الصمر فإذا من الأجداس إلى ربي ينسلون قالوا يا ويلنا ممن بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا من جميع جدينا محذرون فاليوم لا تظلم نفسهم شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل شاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولم ما يدعون سلام قولا من رب الرحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إن نقولكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا صراط مستخيم ولقد أظل منكم لبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون إس لوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواهي وتكلمنا أيديهم فتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لما سخناهم على مكانتين فما استطاعوا موزيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكس في الخلق أفلا يعقنون وما علمناه الشعر ما ينبغي له إنه إلا ذكم وقرآن أبنين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولن يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ردوهم ومنها يأكلون ولهم فيها ملافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحظنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه مما نطفد فيدا وخصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي لعظار من يرمين قل يحيي الذي ينشأ أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لهم من الشجر الأخضر نار فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلا وهو الخلق عليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول لهم فيقول فصبحانا الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ورضع الميزان ألا تتغر في الميزان وأقيم الوزن بالقسط ولا تخسر الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة من نوا والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبا خلق الإنسان من مارد من نار فبأي آلاء ربكما تكذبا رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبا مرج البحرين يلتغيان بينهما برزخ لا يبغيا فبأي آلاء ربكما تكذبا يخرج منهما الأخلق والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبا وله الجوال من شآت في البحر كالأعزام فبأي آلاء ربكما تكذبا كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبا يسأل من في السماوات والأرض كل يوم وفي شاء فبأي آلاء ربكما تكذبا سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبا يا معشر الجن والإنص إن استطعتم أن تنفذوا أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فننفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبا يرسل عليكما شواف من نار ونحاس فلا تنتصرا فبأي آلاء ربكما تكذبا فإذا من شرقة السماء فكانت وعدة كدها فبأي آلاء ربكما تكذبا ويوم إذ لا يسأل عن عن ذنبه إنس ولا جاد فبأي آلاء ربكما تكذبا يعرف المجرمون بسيماء فيخذ بالنواصي والمقدام فبأي آلاء ربكما تكذبا هذه جهنب هذه جهنب التي يكذب بها المجرمون يتوفون بينها وبين حمان فبأي آلاء ربكما تكذبا ولمن خاف مقام ربي جنتا فبأي آلاء ربكما تكذبا ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبا فيهما عمان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبا فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبا متكئن على فرش مقائن ومن استبرقا وجن الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبا فبأي آلاء ربكما تكذبا كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبا هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبا فبأي آلاء ربكما تكذبا فبأي آلاء ربكما تكذبا فيهما عينان نظاختان فبأي آلاء ربكما تكذبا فبأي آلاء ربكما تكذبا فبأي آلاء ربكما تكذبا حور مقصورة في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبا فبأي آلاء ربكما تكذبا مرتكين علىmicاب مقصورة في الخيام سبب permite فبأي آلاء ربكما تكذبا فبأي آلاء ربكما أن تكذبا تبارك اسم ربكما تكذبا من الجزاء والإكرام اشتركوا في القناة